إنه الزلزال الأقوى والأقصى يضرب تركيا منذ العام 1999 لكنه لم يقتصر عليها هذه المرة بل ضرب سوريا أيضاً بحيث بلغ عدد القتلى في البلدين حوالي 2500 من بينهم عدد من اللبنانيين والمحصرة غير نهائية باعتبار أن أعمال الإغاثة لم تنتهي بعد في البلدين وباعتبار أن عدد المباني التي انهارت فيهما تجاوز الأربعة ألاف الزلزال المدمر الذي تبعته هزات ارتدادية وهزة كبيرة بعد ظهر اليوم وصل أيضاً إلى لبنان كأن البلد الصغير لم تكفه الزلازل السياسية والمالية والأمنية والقضائية حتى جاءه زلزال طبيعي اللبنانيون شعروا بقوة بالهزة ليلاً لكن وقعها النفسي عليهم كان أقوى من وقعها الفعلي فلا خسائر في الأرواح وحتى الأضرار المدية محصورة ومحددة مع ذلك فإن الحركة كانت شبه معدومة اليوم والبلد شبه مشلول ألا يعني ذلك أن اللبنانيين تعبوا من وجودهم الدائم على خط الزلازل منذ عام 1975 إلى اليوم؟ مقابل الهزة الطبيعية التي فاجأت اللبنانيين فأن الهزة القضائية المنتظرة تأجلت إلى موعد لم يحدد بعد ذاك أن المحقق العدلي طارق البطار آثر عدم تفجير التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت فأرجأ جلسات التحقيق المحددة في شهر شباط وهي كانت ستبدأ اليوم فهل ما حصل ربط نزاع مؤقت أم أن الموقت سيصبح دائما بحيث تنجح المنظومة في عرقلة التحقيق إلى ما لا نهاية رئاسيا حراك واضح محليا ودوليا يبدأ بدار الفتوى وبكركي ليصل إلى اجتماع فرنسا بين الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني لكن الواضح أيضا أن الحراك على تنوعه وأهميته سيبقى نظريا طالما الحديث يقتصر على المواصفات وخريطة الطريق ولا يصل إلى حد التسميات مقابل الهدوء القضائي والمراوحة الرئاسية عاصفة مصرفية تتمثل في إعلان المصارف الإضراب المفتوح بدءا من الغد حتى تأمين المعالجة السريعة للأزمة الوجودية التي تعانيها كما أعلنت في بيان أصدرتها كذلك فأن عاصفة الطبيعة مستمرة ففرح لا تزال تزرع الريح والثلش في لبنان العاصفتان المالية والطبيعية تثبتان أن لبنان ليس على خط الزلازل فقط بل على خط العواصف أيضا